بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نكمل مع مقرر ميكانيكا المواقع 2، الدرس الأول Pipes Networks، المحاضرة الأخيرة من الدرس الأول. كنا قد بدأنا في المرة الماضية شرح المسألة رقم 4، وقد وصلنا إلى أن الheadless بالنسبة للpipe رقم 1، 2، 3 إلى 7 تم حسابه عن طريق slope في length of pipe. فهنا أود تذكيركم بما أنه هنا الpipe رقم 1 يتم تضخ الماء من نقطة رقم A، اللي ارتفاحها 100 متر، ثم نقطة أو pipe رقم 1 تضخ في الpipe رقم 3، 4، 5، 6، 7، و 2. أيضا هنا رح نطبق إن شاء الله Bernoulli Equation، ليش؟ عشان نحسب قوة الpump. لكن Bernoulli Equation رح نطبقها بما بين أي نقطة ونقطة، فهنا رح نطبقها أكيد بين النقطة A، اللي هي ملاسقة للpump، ويلزم لي نعرف النقطة الأخيرة أو النقطة الأبعد والأصعب لذخ الماء. فهنا لو نلاحظ في الرسمة أنه أطول نقطة أو أبعد نقطة عن نقطة A هي النقطة A، النقطة H. فهنا رح نمر على الأنبوب 1، 3، 5، هنا يمكن يسائل الطالب ليش ما رحنا للنقطة G، لكن النقطة G هنا الpipe 6500، وهنا الpipe 7800، فإذن النقطة H هي الأبعد. فنمر عن pipe رقم 1، 3، 5، ثم هنا 7. تطبيق إذن headless أو تطبيق Bernoulli Equation ما بين النقطة A و H، رح نمر عن headless رقم 1، 3، 5، 7. يعني إيش؟ 2، 2، 2.8، 1.6. تطبيق Bernoulli، زي ما قلنا، بين النقطة A and H، pressure على رقم G، V تربيع to G, Z, A, H pump، لأنه قلنا في النقطة A عند الـ Pump. النقطة H نفس الشي برنولي، رح نزيد هنا الheadless ما بين زي ما قلنا الـ A and H. أخذ بعين الاحتبار أن الـ Pressure والـ Velocity تساوي 0، Pressure-Velocity، Pressure-Velocity بالـ A والـ H. الزيت A ارتفاع النقطة A مئة متر وارتفاع النقطة H 110 حسب الرسمة. الـ H pump اللي هي نبحث عليها، فهنا زي ما قلنا الـ Headless ما بين A والـ H، رح يكون Headless 1، 3، 5، 7. يعني إيش؟ يعني 2، 2، 2، 2.8، 1.6، 2، 2، 2.8، 1.6، 2، 2، 2.8، 1.6، فهنا نستخرج لهذا الـ Pump 18.4، نبغى إيش هنا؟ حساب الـ Power. الـ Power عندي معادة الإفسينسي حق الـ Pump تساوي Rho-GH pump في الـ Q1، هنا الـ Q1 ليش؟ لأنه في الـ Pipe رقم واحد عندي الـ Q1، فهنا نقدر نحسب الـ Q1، اللي هي 0.55، لكن هنا نبحث على إيش على الـ Power، فنقول إنه الـ Power تساوي Rho-GH pump Q1 على الإفسينسي، الإفسينسي تم إعطائها 3.4 أو 0.75، رو ألف حق الماية 89G، H-Pump 18.4، و Q1.155، فإذن الـ Power حق الـ Pump تساوي لي 37000W تقريباً. هنا نكون خلصت الشابتر رقم واحد، هنا أود طرح سؤال عام على هذا الشابتر، هل إنه لو أخذت Series Pipes وإلا Parallel Pipe، هل Headloss وDischarge يتم حسابها بنفس الطريقة؟ أو لا؟ لو كانت إجابة لا أو نعم، أعطيني إذن كيفية حسابها بنسبة Series or Parallel. السلام عليكم ورحمة الله.